موسيقى من حلب هنا أمتاكيا حيث سطع نور الإيمان وخط السوريان حروفه على أسوار الزمان وحيث يتلاقى التاريخ بآفاق المستقبل المشرق من جوهرة الشمال السوري اليوم نطلق صدى أمتاكيا ليصل إلى كل بيت ولكل قلب في أرجاء المعمورة ولنؤكد على أننا شاشة لكل الناس اليوم نفتتح نافذة جديدة على العالم تعكس هويتنا الأصيلة لتنقل رسالة المحبة والسلام والتآخي اليوم ننطلق بصوت جديد صوت يحمل في إيقاعاته إرث الحضارات صوت الحق في زمن مليء بالضوضاء وتتعدد فيه الأصوات وتتشابك فيه الأفكار اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخ الإعلام المسيحي لفتتاح أول استيديو تلفزيوني السورياني في حلب حلب الشهباء العراقة الثقافة والتاريخ وموطن القديسين مشاهدينا أهلا وسهلا فيكن ومسا الخير لأول مرة من استيديو قناة سوبورة تيفي بحلب اليوم ضيوف كتار رح ينضموا لقلنا على الهوى بهالحلقة الخاصة ويلي بتحمل عنوان صدى أنطاكيا من حلب وبداية حلقتنا وحوارنا رح يكون مع من آمن بفكرة هالستيديو وبدعمه وبجهوده الكبيرة تحولت الأفكار والآمال والأحلام لحقيقة مع مطران حلب وتوابعة للسريان أورثودوكس نيافة الحبر الجليل مار بطرس أسيس بارخ مور سيدنا بريخو مبروك لألنا جميعا الله مباريخ جورج مساء الخير لجميع لكل متابعينا بكل أنحاء العالم وألف مبروك انطلاق البث من هالستيديو الجميل تولي السيدنا قبل ما نبتدي بالحوار معك رح نتوقف معك ومع المشاهدين لحتى نتابع كيف كانت أعمال البناء والتجهيزات بهالستيديو وأيضا كيف كان الافتتاح بحضور وبركة قداسة السيدنا البطريارك مارغناطيوس أفرام الثاني منتابع السوا بديت البشارة من الشر حملة صوت الناس وجه الكون تغير كله صار عنا أساس عوهج المحب ربينا وعصخر الإيمان سبورو تيفي سبورو تيفي مشارة لكل الناس من أرض الأداسة ومن كل البلدان بعبر سبورو تيفي عم صوت السريان تاين والعبر والمشارة تصل وإن مكان سبورو تيفي سبورو تيفي مشارة لكل الناس ومدن حوبة ديو يسبرثو قولي دي شرورو طعنيا مشاح لفلاي بريثو كولا وشيتو كولا وشيتو كولا وشيتو برم صوت السريان ومدن حاولا بريثو بريثو كولا وصوت الشرورو تيفي اشتركوا في القناة وشرافكم المباشر اليوم عم نشوف الاستوديو بأجمل صورة وهالمشروع أبصر النور صاحب النيافة شو كان الهدف برأيك وشو كان الهدف لحتى اليوم نحن نكون بهالاستوديو ومهم اليوم وجود هالاستوديو بحياة الكنيسة ولاسيما بدار المطرانية بحلب اول شي منقول مبروك لقناة سوبور الفضائية هذا اهم شي انه يكون في الها صوت حي من مدينة عريقة مثل حلب نقول مبروك لقناة سيدنا البطريارك مارغ ناطس أفرام الثاني ممثل طبعا لكل ابناء الكنيسة في انحاء العالم اجمع بالتأكيد هذا الشي اللي احنا موجودين فيه اليوم هو نتيجة تكافل وتعاضد جهود كل فريق العمل اللي تعبوا معنا على مدى أشهر حتى ظهر الاستيديو بها الصورة الرائعة هي اول منطلقة حقيقة كان ايماني الشخصي ولكن ايضا رؤيتنا ككنيسة لدور الاعلام في المجتمع وهذا الشيء ما حدا بقدر يتغافل عنه خاصة في هذا الزمن اللي صار الاعلام بشكل سلطة وقوة بتغير الرأي العام وممكن تمارس دور اما دور توعوي ايجابي او دور ظلامي سلبي انا فخور جدا على المستوى الشخصي بهالفضائية ببرامجها بكادرة بالجهد الكبير اللي عبيبذل في فريق عمله ان كانت في لبنان او الاستيديو اللي ظهر مؤخرا في مدينة القامشلي حلب محطة جديدة تبرز غنى هاي المدينة واكيد شوي شوي رح نحكي شو بتتضمن حلب فإذا اول بدأ هو فخر به هالقناة الفضائية وامتنان وعرفان بالجميل لكل شي عبتقدمه خلال السنوات الماضية ومحبة وايمان انه ممكن استيديو موجود بمدينة مثل حلب يقدر يكون قيمة مضافة لها المحطة نعم سيدنا ونحن عم نحكي عن حلب برأيك قدامهم وجود استيديو تلفزيوني بمدينة مثل حلب وشو بتفرق حلب عن غيرها من المدن ايضا حلب احدى الارشيات التاريخية في الكرسي السرياني الانطاكي وطبعا تأسست من فجر المسيحية وإلها تاريخ عريق وآباء بطاركة ومطارينة عريقين مروا من حلب وكانوا ابناء هاي المدينة وما مننسى أحد أهم آباء كان يسدنا مارغري غوريوس ابن العبري وفي القرن العشرين أيضا توالوا مطارينة عظماء على هالأبراشية وطبعا ما مننسى المتنيح ديونيسيوس جورسقاس بهنام ونياف الحبر الجليل مارغري غوريوس يحنى إبراهيم إذن حلب على المستوى السرياني مدينة غنية جدا في تاريخها في تراثها في كل ما تملك من قيم حضارية وإيمانية على المستوى المسيحي بشكل عام مدينة غنية جدا بالقدرات والطاقات البشرية المسيحية المثقفة واللهوتية حقيقة اللي بيعيش بحلب بيشوف أنه فيها كنز ثمين هذا الكنز أنا بيقيني لازم يظهر عبر هاي الشاشة نعم سيدنا ومعروف لداء الجميع نحن بزمن تعددت فيه الشاشات والمنابر ولاسي مواقع السوشال ميديا قدموا هم اليوم وجود ستديو بيقدم محتوى هادف أمام جميع الشاشات والمنصات اللي يمكنها تقدم محتويات وأفكار متنوعة ومختلفة اليوم محطة مثل سوبورو هي أداة من أدوات التبشير وهذا الشيء ما لازم نغفل عنه ويلون لي إن لم أبشر مثل ما بقول بولوس الرسول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم باسم الآب والابن والروح القدس مثل ما بقول ربنا يسوع المسيح إذن نحن بحاجة لهذه الكلمة كلمة التبشير كلمة توعية إيمانية لأبناء شعبنا السورياني أولا ولكن مدام سوبورو بتتكلم أيضا بلغات أخرى حية فعندها أيضا لازم يكون عندها متابعين بكل هذه اللغات وخاصة أبناء الشرق اللي موجودين حاليا إما بالشرق أو انتشروا في كل أنحاء العالم إذن أول مهمة هي مهمة توعوية إنها ضووية إيمانية ثانيا ممكن يكون دور السوبورو المهم صوت حقيقي أرتودوكسي في وجه الأصوات النشاز اللي عبتظهر إما على المستوى اللاهوتي في العالم أو على المستوى القيمي الأخلاقي وعن نشوف نحن أدي فيه تحديات في العالم من ظهور بعض الحركات خاصة في السنوات الأخيرة اللي هدفها تدمير العائلة أبن ما نقول تدمير الكنيسة ولكن تدمير العائلة اللي هي النواة الأساسية في المجتمع فإذن مهم كتير يكون في إلنا صوت من الشرق لأنه دائما الشرق هو الجذر الجذور الصاحية الحقيقية العميقة والمضاربة في الأرض نعم سيدنا أديمهم كل شاشة مسيحية مثل ما كنتوا تذكروا سيدنا يكون عندها تأثير والتعلم من حياة المبشرين والقديسين لحتى تكون هي كمان بعد مئات وآلاف السنين وبالطرق الجديدة والحديثة مبشرة عبر الصداء وعبر السوشيال ميديا محطة مثل سوبورو إضافة لمحطات المسيحية الأخرى اللي منشأ الشرق أساسا عندها هذا الدور نحن ما بدنا صراحة أنا ما بيهمني تكون محطة تضرب بالأديان الأخرى ولا بالقيم المجتمعية الأوروبية أو الغربية ما هذا هدفنا أساسا نحن هدفنا نظهر المسيح بما يحتويه من بهاء من مجد من عظمة من قيم أخلاقية سامية من فضائل مسيحية إنجيلية هذا هو هدفنا ونترك هذه الرسالة أو نزرع هذه البذرة يقول الرب أن بعض البذار تسقط على الأرض المحجرة الأخرى تسقط على قارعة الطريق الأخرى تسقط على التربة ولكن بين أشواك ولكن هناك زرع وبذار تسقط في الأرض الطيبة ونحن مثل الزارع اللي نزرع الكلمة في كل مكان ونأمل أن يكون إذن السامع حقيقة مثل الأرض الطيبة اللي بتوقع في هاي البذرة وتنمو بذارتي أو ثمر جيد نعم صاحب النيافة شعار سوبورة تيفي هو صدى أنطاكيا برأيك كيف ممكن يكون هالستيديو الجديد مرتبط مع رسالة الكنيسة الأولى بأنطاكيا نعم نعم في أنطاكيا يقول سفر أعمال رسل أنه أولا دعي التلاميذ المسيحيين فلما نقول قلمة أنطاكيا مو بس نتذكر المجد أو الكرسي الأنطاكي أو بطرس الرسول أو الأباء البطاركي اللي ما زالوا يدعوا حتى اليوم بطاركة أنطاكيا نتذكر المدينة يلي احتويت أو ضمت المسيحيين الأوائل وعطتهم القوة الروحية حتى ينطلقوا في كل أنحاء العالم ويبشروا العالم باسم الربية سوى المسيح للمجد والخلاص نعم سيدنا ونحن نحكي عن أنطاكيا نشوف دور كبير لسوبورة تيفي بالحفاظ على الثقافة السريانية برأيك ما أهمية الحفاظ على الثقافة السريانية وخاصة من استيديو بحلب بسوريا اللي بتتغنى بلغة الأم اللغة السريانية الثقافة السريانية هي وليدة الحضارة السريانية وما منقدر إلا أن نكون يد مساعدة لنشر الثقافة والحضارة السريانية اليوم الإعلام المرئي له هالسلطة وهالقوة خلينا نقول أكتر من المكتوب واضح أنه يمكن الشرق أكتر من الغرب ولكن بعتقد في كل أنحاء العالم القراءة صارت في موقع خلفي خلينا نقول بكل المناحي اليوم الكلمة إما المسموعة أو المرئية هي الأهم وسبورة بتأمن هذا الأمر هي كلمة مسموعة ومرئية فهي عندها إمكانية قوية لنشر الثقافة السريانية في كل أنحاء العالم إما عن طريق مقابلات أو عن طريق ريبرتاجات ممكن أفلام وثائقية أي حالة من الحالات ولكن لازم هذه الكلمة تتأدم لتظل حية بالأجيال الحالية والقادمة برأيك الشخصي شو هي البرامج اللي هي حاجة عند الناس شو هي البرامج اللي بتقترح أنه لازم تكون موجودة كحاجة مرحة ويكون إلى متابعين كتار حول العالم انطلاقا من البرامج اللي تقدمت خلال السنوات الماضية من سوبورة أعتقد خمس سنوات اليوم شفت أنه تقدمت برامج كتابية جيدة تقدم الكتاب المقدس فيه أكثر من بحوار وكان فيه بعض المطاريني ساد المطاريني أقدمه بشكل جيد أعتقد اليوم سوبورو لازم تواكب التحديات الأخيرة في المجتمع وخاصة لأبنائنا اللي صاروا ببلاد الإغتراب فلازم بعض البرامج تتكلم على القيم الأخلاقية الأخلاق الجنسية أخلاق البيولوجية نعطي رأي ويكون هذا الرأي مدعوم بآيات كتابية ما هو فقط رأي شخصي وأنا بحب كتير أشوف على سوبورو برامج حوارية لا أعرف أدي هذا الشيء ممكن يصير يعني يكون فيه حوار إما بين جمهور في الستوديو مع شخص يعني على مستوى التوكشو شفنا هذا الشيء واضح وإيجابي بكتير من المحطات أو على مستوى ممكن يكون اتصالات هاتفية يترد لسوبورو أو يرد للمحاور على بعض الاستفسارات فبحب أنه يكون فيه هالصلة المباشرة بين المحطة والمستمع بحب أن هذا الشيء ممكن تقنيا بالوقت القريب العاجل ولكن بحب إذا أدر استوديو حالة يقدم هذه الخدمة فبكون كتير ممنون إن شاء الله سيدنا بكلمتك اليوم لفريق العمل بالاستوديو الجديد شو هي كلمتك الإرشادية لحتى يكون هالستوديو ناجح وقريب لقلوب المشاهدين حول العالم أول شيء بارك للفريق بارك لك جورج أنت اللي كمان أتعبت بالتحضير والمتابعة في كل جزئية من جزئيات العمل أخيرا وصلنا لهالنقطة لهاللحظة اللي نحنا كنا عم ننتظرها سوا فألف مبروك أكيد أنتوا على تواصل دائم مع الفريق في دماشق مع بيروت مع سيدنا أندراوس اللي هو مسؤول عن المحطة وعندكن أكيد رؤية واضحة للعمل بهالمكان أنا ما رح أنظر عليكم أنه أكيد العمل الفني عمل التلفزيوني فيه كتير من التحديات ولكن أكيد بوصيكم أنه تعتبروا هذا العمل هون رسالة أكتر من أنه عمل وظيفي يعني أنت كمسؤول عن هذا المكان ولكن أيضا كمحاور وكل التقنيين الموجودين معنا يعتبروا أنه هذا خدمة ورسالة من تعطى من الله لألكن أكتر من أن تكون وظيفة في إلها أجر أو راتب آخر الشهر فأحب إذا الواحد قدر يوصل لها المرحلة أنه يبدأ أنهاروا بالصلاة إن كان صلاة فردية أو صلاة جماعية نظل مؤمنين بدعوتنا وبرسالتنا وين ما رحنا مع مين ما حكينا نقول لهم أنه السوبورو هي رسالة أكتر منها يعني محطة ممكن رقم على المحطات الفضائية اللي صار عددها ممكن عشرات الألوف بالعالم كله هي اليوم رسالة ورح تضل ثابتة على رسالتها شكرا سيدنا على كلماتك وإن شاء الله رح نبقى ديما موافقين ومجدين في العمل حتى تبقى سوبورو تيفي بحلب والقامشلي وبأيروت وفي كل مكان منارة فعلا للمسيحية والسريانية وكيد سيدنا حابين كمان توجه اليوم رسالة للمشاهدين بإطلالتك الأولى كأول ضيف اليوم من استوديو حلب شو بتحبب تخبر المشاهدين برسالة بهالظهور الأول من استوديو الجديد كيد أنا بحيي جميع الأصدقاء المشاهدين بهاللحظات الأولى لبث فضائيات سريانية سوبورو من مدينة حلب هذه اللحظة التي كنا ننتظرها نحن من أكتر من عام تعبنا كتير حتى وصلنا لهالوقت بتمنى أنه من خيب أملكون بتمنى أنه نقدم محتوى إيجابي محتوى صحيح جيد مشوق هذا الكمان المهم تعبونا دائما وتزودونا بملاحظاتكم وتوجيهاتكم ونحن جاهزين لسماع أي ملاحظة مهما كانت على أي مستوى من المستويات بارك للجميع بكل أنحاء العالم وخاصة لأبناء رشيد حلب المنتشرين في كل أنحاء العالم شكرا سيدنا على كلماتك الحلوين دائما ومثل ما ذكرنا بالبداية شكرا لأنك حققت هالحلم ودعمت بشكل كبير نجاح وانطلاق هالعمل من استوديو حلب محبتنا كبيرة لنيافتكم سيدنا وبإسمي وبإسم فرق العمل بحلب وبالبنان نوجه لك باقة كبيرة من كلمات شكر تودي سيدنا بارخ مور يطول عمركم ألف ألف مبروك شكرا سيدنا مشاهدينا لهون نكون وصلنا لختام الحوار مع نيافة المطران مار بطرس أسيس مطران حلب وتوابعة للسريان الأرثوذوكس نحن نتوقف معكم مشاهدينا برسالة بركة وتهنئة وصلتنا من قداسة سيدنا البطريارك مار غناطيوس أفرام الثاني بمناسبة انطلاق العمل من استوديو قناة سوبورا تيفي بحلب منتابع الصلاة بريخ رام شو مساء الخير جميعا بفرح كبير اليوم منهني إدارة الكادر والمتابعين تبع سوبورا تيفي على بث الحلقة الأولى من الاستوديو الجديد بحلب هذا الاستوديو اللي افتتحناه في زيارتنا الأخيرة لحلب وتم تجهيزه بالأجهزة المطلوبة واليوم عم ينطلق انطلاقها مباركة إن شاء الله بها المناسبة منحب نبارك لسوبورا تيفي ولكل مشجعي ومناصري سوبورا تيفي هالخطوة الجديدة المرحلة الجديدة بحياة سوبورا بعد ما كان عندنا استوديو الرئيسي بالعطشانة وبعدها افتتح سوبورا تيفي استوديو القامشلي واليوم عم نشوف استوديو حلب اللي مقره مطرانية حلب بهالمناسبة مرة تانية منحب نقدم شكرنا الكبير لكل اللي تعبوا وجهزوا لمطرانية حلب برئاسة مطرانة الأخ العزيز مار بطرس قصيس والعاملين معه اللي قدموا مقر الستوديو وقدموا حتى التجهيزات المطلوبة لها الستوديو نحب نبارك ونهني للعاملين بستوديو حلب وعلى راسهم ابننا الروحي جورج مقديس سانطون اللي بيشتغل بهم وبنشاط من أجل سوبورا تيفي دائما ونقول إنه إن شاء الله هالبداية بستوديو حلب تكون بداية خير وبركة لسوبورو تيفي وتكون كمان سبب تحفيز لأبرشيات أخرى تكون عندها استوديو لسوبورو تيفي لأنه كل ما كترت هالستوديوات كل ما زادت وتنوعت البرامج اللي رح تتقدم وصار في فرصة أكبر لأشخاص أكتر يساهموا بنجاح القناة البطرياركية اللي فعلاً عم نحاول كتير نخليها قناة ناجحة ورائدة في البرامج تبعها المسيحية التوجيهية الاجتماعية اللي بتدعم العائلة الأسرة من الطفولة للشبيبة لكل الأعمار حتى يعيشوا حياة مسيحية صالحة ويكونوا عائلات ناجحة في بيوتها وفي مجتمعها وفي بلادها سوبورو تيفي البطرياركية اللي ألهمنا ربنا وأسسناها بناء على قرار من المجمع المقدس هي عمل رعائي توجيهي تسبيحي تسبيح للرب لأبناء كل الكنيسة السريانية بشكل خاص ولكل المسيحيين بشكل عام ولكل العالم اللي بيحبوا يشوفوا برامج هادفة وإدارة وإشغال أو تشغيل سوبورو تيفي بالتأكيد هو مسؤولية كبيرة على العاتق البطرياركية مسؤولية روحية مسؤولية إدارية ومسؤولية مادية والبطرياركية اللي هلأ صار ل 2018 عم تقوم بها الحمل هذا بمساعدة كتير كتير قليلة من الخارج نتمنى من أبناء الكنيسة من اللي بيحبوا سوبورو تيفي ومثابرين على مشاهدته والتفاعل معه ومن كل المخلصين ومن كل اللي بيحب يشجع هذا العمل أنه يساعدونا كمان ماديا بهالعمل هذا حتى نقدر نكمل وما بس نكمل وإنما نطور عمل سوبورو تيفي من خلال برامج جديدة وكوادر جديدة ربنا يبارك الجميع كل اللي عم يساعدوا كل اللي عم يصلوا من أجل سوبورو تيفي وبشكل خاص اليوم نبارك جهود ستوديو حلب لسوبورو تيفي العاملين فيه والمشرفين عليه وإن شاء الله تكون انطلاقة انطلاقة خير وبركة واستفادة للجميع ربنا يبارك الجميع تاودي شكرا مشاهدينا حلقتنا صدى انطاكيا من حلب مستمرة ولكن من بعض الفاصل اشتركوا في القناة